من أصغر المبدعات في معرض ترسنا على الإطلاق المهندسة مريم أحمد مؤسسة شركة ماجوليكا لصناعة المنتجات الخزفية عندها مشروعها الخاص مع شركائها في مدينة الخزف وبيمتلكوا فرن خاص وبجد بيصمموا منتجات خزفية رائعة وألوانها مختلفة فعلا إحنا متخصصين في صناعة الخزف بس إحنا قلبنا حاله غيرنا تماماً خلنا شكله حلو قوي خلنا ينفع يتصدر خلنا أي حد في العالم يقفوا قدامه يقول دي خزف مصري مش معقول عملتوا إيه؟ شكراً حضاري إحنا ما عامناش أي حاجة غير إن إحنا استخدمنا التقنيات اللي كان قريدي بيستخدموها أجدادنا زمان في الحضارات القديمة وطورنا عليها شوية بشوية حاجات جديدة ومختلفة عشان نطلع نتائج شكلها حضاري وفي نفس الوقت مودرن وتليق بالجو بتاعنا واستخدمية ويبقى شكلها جميل في نفس الوقت باش مهندسة أنت تخصصك فنون كسم خزف بالزبط صح كده فنون تطبقية كسم خزف طيب الشغل ده بنعمله عند الغير ولا ده مصنعنا ولا أفراننا عايزة أفران؟ لا هي طبعاً مصنعنا إحنا مكاننا في مصر القديمة قرية الفستاط وكلها أفراننا وكل حاجة إحنا لابن نعملها إنتي ومين بقى؟ أنا ومعي دكتور مونة شمس دكتور فنون تطبقية كسم خزف ودكتور شرين العنوس بيضف فنون تطبقية كسم خزف أنا عايز أعرف حاجة يعني أنت شخصياً بتقود تعملي من بداية الطيل لغاية لما تطلع في حاجات بنعملها بالطيل وفي حاجات بيبقى مسؤول عنها صنايعي لأن طبعاً بيبقى صعبة قوي ومتلتتتتتش النهائي بالزبط صعب إن إحنا نبقى مثلاً وقفين على كل البروستس أو كل خطوة ممكن يبقى الموضوع محتاجة وقت طويل قوي فساعات بحتاج أفوكس أكتر أو خليني مركزة أكتر مع الجليز والتركيبات والألوان هتبت بداية تصميم؟ بالزبط وإن في النهاية الفنش النهائي؟ بالزبط صحي كده؟ بالزبط